بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الطالبات السنوات العامة أهلا بكم المهاردة هنبدأ مع بعض درس جديد وهو قانون نيوتن الثالث الوحدة الثانية في الدناميكا نيوتن أول درسناه ونيوتن الثاني والمهاردة معدنا مع نيوتن الثالث نص قانون نيوتن الثالث بيقولين لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه طبعا المقولة دي مشهورة جدا وإحنا دايما بناستخدمها استخدام آخر يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه بناستخدمها استخدامات أخرى لا إحنا نخلينا بقى في نيوتن ونحاول نشوف استخدامات قانون نيوتن الثالث في البداية عايزين نترجم القانون يعني إيه لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه يعني ببعنا أصح في عندنا جسمين لو في جسم بيأصل على جسم آخر بقوة ما الجسم الآخر له رد فعل تجاه القوى الفعل ورد الفعل اللي اتنين بيكونوا متضادين في الاتجاه بس تاخد بالك ان كل من هما ما بيأثرش على نفس الجسم لا كل واحد فيهم بيأثر على الآخر طيب ده يوصلنا لحاجة جميلة جدا وهي القوى اللي بتأثر على الجسم وسطح وقوى اللي بتأثر على الجسم فقط المعلومة دي انا حبيت اقولها لك بالتفصيل عشان سيادتك تفهمها كويس ان هي غايبة عن طلبة كتير وص معايا كده على الرسم لو في عندنا جسم زي اللي انا مظلله قدامكم ده موجود على السطح الافقي اللي انا مظلله قدامكم باللون الاحمر في عندنا قوى بتأثر على الجسم وفي عندنا قوى بتأثر على السطح عايزك تركز معي الجسم بيأثر على السطح بقوة اسمها قوة ضغط ودي بيكون اتجاهها الاسفل السطح بيأثر على الجسم بقوة اخرى اسمها قوة رد الفعل وبيكون اتجاهها الاعلى هالره وضاد بيأثروا على الجسم؟ لا ركز معايا الجسم بيأثر على السطح بقوة الضغط السطح بيأثر على الجسم بقوة رد الفعل كلا القوتين ره وضاد ما بيأثروش على حاجة واحدة لا السطح بيأثر على الجسم والجسم بيأثر على السطح مش على نفس الشيء طيب نشوف كده مع بعض المعلومة رقم واحد أو الملحوظة رقم واحد القوة التي تؤثر على الجسم والسطح طبقا لقانونة للتالت الضغط بتساوي ره لان طبعا لكل فعل رد فعل ده بيأثر على ده بقوة ده بيأثر على ده بقوة اللي اتنين بيكونوا ايه متساويين طبقا لقانون نويتن التالت الضغط بتساوي الره دولا قوتي متساويتين في المقدار ومتضادين في الاتجاه وخط عملهم على استقامة واحدة وكل منهما تؤثر على جسم مخالف للاخر يعني اللي تيما بيأثروش على ايه على حاجة واحدة لا الضغط بيأثر بها الجسم على السطح رد الفعل بيأثر به السطح على الجسم طيب ناخد بقى المعلومة التانية القوة التي تؤثر على الجسم فقط شايفين الجسم اللي قدامي ده ايه القوة اللي بتأثر على الجسم ده وزنه اه ده بيأثر رأس الاسفل رد الفعل بتاع السطح على الجسم ده بتأثر على مين على الجسم هنا في الحالات دي ره بتساوي ايه واو تم اتزان الجسم مش من قانون نويتن التالت يبقى طبقا لشروط الاتزان ره بتساوي واو أو الوزن وهما قويتين متسويتين في المجدار ومتضطين في الاتجاه وخط عملهم واحد وكل منهما تؤثر في نفس الجسم يعني الاثنين بيأثروا على جسم واحد نقول تاني الشكل الأولاني أنا لما أرسم ره وضاد ضاد دي قوة بيأثر بيها الجسم على السطح ره دي قوة بيأثر بيها السطح على الجسم الاثنين متسويتين في المجدار ومتضطين في الاتجاه وخط عملهم على استقامة واحدة بس جايين منين جايين من قانون نوتن الثالث لكل فعل رد فعلي يعني فيه جسم بيأثر على جسم القوة والجسم الثاني بيأثر على الجسم الأول بنفس القوة الره والضاد هنا بيساوه بعض طبقا لقانون نوتن الثالث طب في الرسمة الثانية الجسم اللي موجود على المستوى الأفقي عندنا الوزن رأس الأسفل ورد الفعل لأعلى هنا الره بتساوي الوزن بس الره والوزن اللي اتنين بيأثروا على نفس الجسم اللي هو الجسم الموضوع على النضض الأفقي يعني دول قوة بتأثر على نفس الشيء فهنا الرئيس بتساوي الوزن ليه؟ من قانون الاتزان يعني الجسم في حالة التزان يبقى رئيس بتساوي الوزن مش من قانون نيتن التالت بيحصل اللبس في الحتة دي في ريت ترجحها كويس هناخد تضنقات كده على قانون نيتن لو عندنا جسم موضوع داخل المصعد تمام؟ إيه اللي بيأثر على الجسم؟ فيه عندنا وزنه رأس الأسفل اللي هو كفدال فيه عندنا ربض الفعل ده الأعلى لو الجسم كانت كتلته كاف يعني لو كانت كتلة الجسم كاف وموضوع على أرضية المصعد تعالوا لوحس كده القوة المؤثر على الجسم وزنه كفدال وبيأثر رأس الأسفل رد الفعل ره وبيأثر رأسي لأعلى وطبعا ده بيساوي الضغط على الأرضية ريه بتساوي ضد ضد يقول بيأثر بها إيه؟ بيأثر بها الجسم على السطح أنا مش محتاجة أنا عايزك تعرفها بس مش محتاجة وهي بتساوي إيه؟ بتساوي رد الفعل بتاع إيه؟ الأرض على الجسم طيب عندي بقى ثلاث حالات لحركة المصعد أول حاجة لو كان المصعد ساكن أو متحرك بسرعة منتظمة يبقى ريه هتساوي كاف دالي يعني اللي معه اتجاه الحركة الأعلى هيساوي اللي ضد اتجاه الحركة لأسفل يعني ريه بتساوي كاف دالي ليه؟ موضوع حرك بسرعة منتظمة يبقى انطبق قانون 2 الأول طيب لو كان ساكن هنطبق دوتين الأول برضو ريه بتساوي كاف دالي طيب لو كان المصعد ساعد لأعلى بعجلة منتظمة جيم بعجلة منتظمة إيه؟ جيم لو المصعد ده ساعد لأعلى إيه اللي معه اتجاه الحركة ريه؟ طيب إيه اللي ضد اتجاه الحركة كاف دالي؟ هتبقى ريه مقس كاف دالي بتساوي كاف في جيم لو حبيتك خلي ريه لوحدة في طرفها بتساوي كاف دال زائد كاف جيم لو خدت كاف مشترك يبقى ريه بتساوي إيه؟ يبقى فاعل الجسم فاعل الارض على الجسم cover walldab تعطي بقيoughtية هاي ويترد ضغط بقي هيساي إيه لو ضغت الجسم على ايه على الأرض هيسايريه بطو يعني هيساي كافية من هم اللي تنسى ايه باسه باسه في السوى بعض من اين هنا بيتساوي كافية double g باسهequيلك على معلومة بقي بعض الطلبات تعتقد ان جيم دو على طول الخط ومجابة الكلامة ده خطأ لأ ممكن تكون جيم موجب بك تكون جيم سالبة. زي مسطر. ها قول لك. لو عندنا مسعد بيتحرك لأعلى وسرعته بتزيد. يبقى العجلة مجابه. طب ولو المسعد ده كان بتحرك مثلا أعلى بسرعة منتظمة وبدأ يهدمن سرعته. العجلة بتاعته معاناها ايه? العجلة سالبة. يبقى الجيم دي ممكن تكون مجابه وممكن تكون سالبة. مش شرطه يكون مجابه على طول الخط. والمعلومة دي يتركز فيها. يبقى ريه بتسوي كاف ده لزق الجيم. جيم ده العجلة اللي بتحرك بها المسعد. المسعد ممكن يتحرك لأعلى بعجلة مجابه وممكن يتحرك لأعلى بعجلة سالبة. طيب. لو كان المسعد هابط بعجلة منتظمة جيم. لو كان هابط بعجلة منتظمة جيم. ايه اللي مع اتجاه الحركة الاسفل? كاف دال. ايه اللي الاعلى? ريه. يبقى كاف دال. ناقص ريه بتسوي كاف في جيم. خليل الريه اللي واحدة في طرف. هنقل سالب ريه هناك ومجاب ريه. واخد كاف دال هناك بسالب. فيبقى ريه بتساوي كاف دال ناقص كاف جين. اخد كاف عامل مشترك. يبقى رد الفعل هيساوي كاف في دال ناقص جين. وبقولها تاني وبقررها تالت. العجلة هنا ممكن تكون مجابة وممكن تكون سالبة. عادي جديد. يعني ممكن مصعب بيتحرك لأسفل بعجلة مجابة. ممكن مصعب بيتحرك لأسفل بعجلة تقصرية او عجلة سالبة. يقول بقى الثلاث حالات لو ساكن او بيتحرك بسرعة منتظمة. يبقى ريه بتساوي كاف فدال. لو المصعد بيتحرك لأعلى بعجلة. يبقى ريه بتساوي كاف دال جين لو بتحرك لأسفل بعجلة يبقى ريه بتساوي كاف فدة ناقص جين. نفس القصة لو عندنا جسمه معلق في ميزان زمبوركي مسبت في سقف مصعد. جسمه معلق في ميزان زمبوركي في سقف مصعد. تعالوا نشوف كده اللي غااثر عليه. هلا الوزن بأثر رأس الأسفل. وفي عندنا قوة الشد في الميزان إشماية شين ودي اتجاهها لأعلى الشين دي يا شباب هي بديلة للره يعني زيها بالضبط مافيش فرق يعني نفس الكلام اللي احنا قلنا من شوية هنقرره تاني بس بدل الره ايه شين التلت حالات بقى طبعا احنا نحط بدل الشين الره بدل ايه الشين عندنا تلت حالات لو المصعد ساكن او متحرج بسرعة منتظمة يبقى في الحالات دي شين هتساوي كاف دل اللي هي زي ره بتساوي كاف دل طب لو المصعد صعب بعجلة منتظمة جيم يبقى شين هتساوي كاف دل زائد جيم طب لو المصعد هابط بعجلة منتظمة جيم يبقى شين بتساوي كاف دل نقص جيم يبقى شين بتساوي كاف دل نقص جيم لهم التلت حالات اللي احنا لستعيلينهم من شوية طيب في بعض المنحظات بقى المهمة جدا نقولهم على الاطب إذا كانت قراءة الميزان إذا كانت قراءة الميزان قراءة الميزان ده أنا بسميها الوزن الظاهري أكبر من الوزن الحقيقي يعني معنا صح شين أكبر من كفدال شين ده اللي هي الوزن الظاهري تمام؟ أو رهب معنا آخر أكبر من كفدال لو الوزن الظاهري أكبر من الوزن الحقيقي يبقى المصعب ده وده محتمالي يأما بيتحرك لأعلى بعجلة موجبة او بيتحرك لأسفل بعجلة سالبة وضح لنا لأيه اولاك ارجع معاك كده للصفحة اللي أبداك وصلها على القانون ده شين بتساوي كاف في دال زائد جيم لو جيم دي موجبة هتزودها على الدال تتضرب في الكاف يبا انت كده زودت الوزن الظاهري زودت الشيء لان الوزن الحقيقي كاف في دال طب لما تضرب كاف في دال زائد جيم لسه تجمي عليها يبقى هيكون بيتحرك ايه لأعلى بعجلة ايه موجبة طيب بص اللي تحت لو بيتحرك لأسفل بعجلة سالبة الجيم سالبة تتضرب في السالب تبقى موجبة فبالتالي دال زائد جيم هتزيد عن 9 و 8 من 10 فهتبقى اكبر من الوزن الحقيقي فبالتالي يبقى احنا هنعرف معلومة كويسة جدا وهي لو قراءة الميزان او بمعنى اصح الوزن الظاهري اكبر من الوزن الحقيقي في احتمالين المصعد يكون صعيدا لأعلى بعجلة تزايدية يعني موجبة او هبطا لأسفل بعجلة تقصرية يعني عجلة سالبة طيب العكس بقى لو كانت قراءة الميزان اقل من الوزن الحقيقي يعني الوزن الظاهري اللي هو شين اقل من كفدال او ره اقل من كفدال طيب يعني معنى صح الموضوع بيخف شوي فيه قدامك سكتين يبيتحرك لأعلى بعجلة سالبة او بيتحرك لأسفل بعجلة موجبة يبقى المصعد بيكون هبط لأسفل بعجلة تزايدية يعني موجبة او صعيدة لأعلى بعجلة تقصرية يعني عجلة سالبة ملحوظة رقم 3 اذا كانت قراءة الميزان بتساوي الوزن الحقيقي يعني شين بتساوي كفدال او راه بتساوي كفدال يبقى المصعد في الحالة دي ايه يا ساكن يا يتحرك بسرعة منتظم المصعد يا يكون ساكن او متحرك بسرعة ايه منتظم قراءة ميزان الضغط او ميزان الزنبوريك تسمى الوزن الظاهري ما تنساهاش برضو رقم 4 عايزك تركز فيها عشان مهمة جدا وموجودة ما بين السطور في كتاب المدرسة اذا تحرك مصعد لاعلى بعجلة منتظمة وتحرك لاسفل بالعجلة نفسها يعني لو تحرك لاعلى بعجلة منتظمة وتحرك لاسفل بنفس العجلة يبقى القراءة في حالة الصعود زائد القراءة في حالة الهبوط بتساوي ضعف الوزن الحي او متوسط القراءتين بيساوي الوزن الحي متوسط القراءتين يعني مجموحهم على اتنين يعني يبقى القراءة في حالة الصعود زائد القراءة في حالة الهبوط بيساوي ايه؟ ضعف الوزن الحقيقي بس يكون بيتحرك لأعلى وأسفل بنفس العجل المعلومة اللي جاية مهمة جدا وعليها أمثلة الميزان المعتاد زول كفتين الميزان المعتاد زول كفتين الميزان المعتاد زول كفتين هو الوحيد اللي بيئيس الوزن الحقيقي في كل الأحوال والظروف يعني لو عدنا ميزان زول كفتين وحطوته في صعب القراءة كانت 3 سوك لكيلو جرام بيتحرك لأعلى هتبقى 3 سوك لكيلو جرام بيتحرك لأسفل هتفضل 3 سوك لكيلو جرام يبقى بمعنى أصحة المصعب بيتحرك لأعلى بعجلة الأسفل بعجلة بيتحرك بسرعة منتظم مساكن كده كده القراءة سابقة ايه اللي بتغير بقى؟ ميزان الضغط والميزان الزموركي تاخد بالك كويس قوي تعالوا بعض بقى كده نشوف مجموعة من التمرين أول سؤال معانا رجل كتلته 70 كيلو جرام يقف داخل مصعد يعني كتلة الرجل 70 كيلو جرام ضغط الرجل على أرضية المصعد بالسوك لكيلو جرام إذا كان متحركا بسرعة منتظمة ضغط الرجل على أرضية المصعد هنجيبه الأول ريه هتساوي ايه؟ كفدال مش معنى؟ لأن المصعد بيتحرك بسرعة منتظمة طالما المصعد بيتحرك بسرعة منتظمة بقى ريه بتساوي كاف فدال تبقى ريه بتساوي 70 في 9 و 8 من عشرة ده بالنيوتن طيب لو حابين نجيبها بالسوك لكيلو جرام زي ما هو طالب هنعمل ايه؟ هنقسم على 9 و 8 من عشرة طلعت 70 سوك لكيلو جرام يا مصر محمد تم نقولها من الأول على طول بسبعين سوك لكيلو جرام إجابة صحيحة ليه؟ ما هو الره بتساوي ايه؟ الوزن يبقى الضغط هيتساوي الوزن يبقى الضغط بتساوي 70 سوك لكيلو جرام مرة أحد تمام؟ السؤال التاني إذا وضع الجسمه كتلته 70 كيلو جرام كاف؟ 70 كيلو جرام على ميزان ضغط موضوع على أرضية مصعد يتحرك بعجلة منتظمة 1 و 4 من 10 متر كل ثانية تربيع لأعلى عايزين قراءة الميزان بس بوحدة ايه؟ السوك لكيلو جرام يا ترى المصعد ده بيتحرك لأعلى ولا الأسفل بيتحرك لأعلى؟ طيب يبقى قراءة الميزان اللي هنسميها ره تسوي كاف في دال زي الجيم لأن المصعد بيتحرك لأعلى كاف بسبعين دال تسعة وتمانية من عشرة جيم واحد واربعة من عشرة طيب الناتج ده يكون بالإيه؟ بالنيوتن يبقى ليه بتسوي سمعين في تسعة وتمانية من عشرة زي واحد واربعة من عشرة نيوتن طبعا نيوتن التالت لما تعود في القوانون بتاعتنا ره بتسوي كاف دال زي الجيم أو كاف دال مقص جيم كده كده بنستخدم الوحدات الدولية أو المطلقة ونستخدمش التساقلية بس هو طالب هنا القراءة بوحدة السوك لكيلو جرام بعد ما نحسب الناتج ده هنقسم على تسعة وتمانية من عشرة طلعت لنا في النهاية بتمانين سوك لكيلو جرام لاحظ كده معي ريد اللي هي قرأيت الميزان تمانين سوك لكيلو جرام الرجل كان وزنه سبعين سوك لكيلو جرام زادت ولا قلت زادت ليه؟ لأن المصعد بيبحرك لأعلى بعجلة موجبة فطبعا القراءة شيء طبيعي هتزيد وحتى بتحسها وانت راكب المصعد بتحس ان رجلك بتضغط على أرضية المصعد وانت صعد لأعلى بعجلة موجبة مجرد ان هو بيبطق من سلعيته شوية بتبدأ تحس ان روحك بتتسلب منك شوية يعني بتحرك بعجلة ايه؟ تقصري بتحس ان انت خفيف واضح؟ لو العجلة الموجبة هتخليلك والمصعد بتحرك لأعلى يبقى الوزن الظاهري أكبر من الوزن الحيي لو بتحرك لأعلى بعجلة سالبة يبقى الوزن الظاهري أكبر من الوزن الحيي سؤال الثالث يقف طفل على ميزان ضغط موضوع داخل المصعد يتحرك رأسيا لأسفل بعجلة مقدارها واحد واربعة من عشرة متر لكل سانية العجلة واحد واربعة من عشرة متر لكل سانية كانت قراءة الميزان اللي هي ره بتساوي تلاتين سوكل كيلو جرام عايزين موزن الطفل احنا نجيب كتليته وبعد كنا نجيب وزنه بالسوكل كيلو جرام زي ما هو عاوز هي ره بتساوي ايه؟ كاف دال زائجي ره تلاتين سوكل كيلو جرام ما تنفعش لازم احاولها نينيوتين طرفتك تسعة وتمانية من عشرة بتساوي كاف؟ ليه كتلت الطفل ان انا اعرفهاش فدال تسعة وتمانية من عشرة زائجي واحد واربعة من عشرة طيب هو قال هنا المصعب يتحرك رأسيا لأسفل يبقى هنا الاشهارة سالبة صلاح بس دي لانه قال المصعب يتحرك رأسيا لأسفل طيب رئي بتساوي كاف في ده النقص جين الرئي بتلاتين في تسعة وتمانية من عشرة بتساوي كاف في ده اللي هي تسعة وتمانية من عشرة النقص واحد واربعة من عشرة طلعت لنا كاف في النهاية بخمسة وتلاتين كيلو جرام هو طالب كتلة الطفل؟ لا طالب ايه طالب وزنه؟ وزنه الوحدات الدولية هتبقى خمسة وتلاتين في تسعة وتمانية من عشرة انه هتنتبه الوحدات التساقلية خمسة وتلاتين سوكل كيلو جرام هو طالبها بإيه؟ طالبها بالوحدات التساقلية يبقى الوزن فورا 35 سوكي كيلو جرام السؤال اللي بعده رجل كتلته 75 كيلو جرام يقف على أرضية مصعد إذا كان ضغط الرجل على أرضية المصعد 686 نيوتن فإن المصعد يمكن أن يكون متحركا بسرعة منتظمة متحركا لأعلى بعجلة مجبة متحركا لأسفل بعجلة سالبة متحركا لأسفل بعجلة مجبة تعالوا مع بعض كاف بتساوي 75 كيلو جرام يبقى الوزن 75 سوكي كيلو جرام حالو جدا ضغط الرجل على أرضية المصعد يعني رئي بتساوي ما هي ضغط بتساوي 686 نيوتن أحولها لتسوكي كيلو جرام طلعت 70 سوكي كيلو جرام ضغط الرجل على أرضية المصعد طلعت 70 سوكي كيلو جرام الوزن الظاهري هنا أكبر ولا أقل من الوزن الحييي؟ الوزن الظاهري اللي هو رئي ب70 والوزن الحيي 75 يبقى الوزن الظاهري أقل من الوزن الحييي يبقى المصعد بيتحرك لأعلى بعجلة سالبة أو بيتحرك لأسفل بعجلة مجابة تاني كمان مرة الوزن الظاهري أقل منين من الوزن الحيي؟ ما فيه قدامنا طريقين يالمصعد بيتحرك لأعلى بعجلة وبأكد تاني سالبة أو بيتحرك لأسفل بعجلة مجابة؟ نشوف المصعد هتحرك بسرعة منتظمة؟ طبعا لا إن المفروض اللي تن يساقوا بعض متحركة لأعلى بعجلة مجابة؟ طبعا لا هتحرك لأعلى بعجلة سالبة متحركة لأسفل بعجلة سالبة؟ طبعا لا لازم يكون متحرك لأسفل بعجلة مجابة متحركة لأسفل بعجلة مجابة هي دي الإجابة الصحيحة يبقى لو الوزن الظاهري أقل من الوزن الحقيقي بنستنتج فورا أن المصعد يأما بيتحرك لأعلى بعجلة سالبة أو بيتحرك لأسفل بعجلة مجبة لو العكس بقى لو الوزن الظاهري أكبر من الوزن الحقيقي يعني لو ريه دي طلعت مثلاً بـ 80 فيه قدامنا سكتين ييتحرك لأعلى بعجلة مجبة ييتحرك لأسفل بعجلة سالبة أمثلة بسيطة وكبيرة عايزك تراجع بس على القوانين اللي احنا خدناها وكاهز نفسك للحلقة القادمة يعني حاول بقدر إمكان أنت تراجع على قانونتين الأول والثاني والثالث عشان هنحتاجهم دايماً في تبانين كتيرة ومتعددة في الدناميكا بكده احنا خلصنا حلقاتنا النهاردة ياريب بس تراجع على قانونتين الأول والثاني والثالث لأنهم مهمين جداً ولسه هنستكمن طبعاً في الحلقة القادمة 80 على نيوتن الثالث الدناميكا بتعتمد اعتماد كلي ورئيسي على قوانين نيوتن هي العمود الفقري في الدناميكا أتمنى لكم التوفيق وفي انتظاركم في الحلقة القادمة إن شاء الله